من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا رافد أجبوري مساء الخير رافد الشيء ونقيد تمديد رفع العقوبات اقرار بتنديد رفع العقوبات من ناحية أخرى فرض عقوبات على مستوى آخر تماما هل هذا دليل على ربما تخبط في قرار الإدارة الأمريكية تجاه إيران هذا دليل على حجم الضغوطات من الجانبين بالنسبة لتعليق استمرار تعليق العقوبات لثلاثة أشهر أخرى هذه العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني هي العقوبات الأشد الأقسى على إيران الرئيس الأمريكي ترامب قال أنه سيعلقها لثلاثة أشهر أخرى لكنه أيضا قال أن هذه هي المرة الأخيرة التي سيقوم فيها باستمرار تعليق العقوبات بعد ثلاثة أشهر يريد الرئيس ترامب من إدارته ومن حلفائه الأوروبيين أن يقوموا بتشديد التزامات إيران بالاتفاق النووي الضغوط التي تحدثت عنها مثلا مارستها الضغوط على ترامب أقصد من أجل استمرار تعليق العقوبات على إيران نمارستها مثلا دول أوروبية مثل بريطانيا اليوم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون طالب الإدارة الأمريكية باستمرار تعليق العقوبات على إيران بالأمس اتصل الرئيس الفرنسي إيمانيل مكرون بترامب سائلا إياه أن يستمر بتعليق العقوبات وأيضا كانت هناك نصائح من أقطاب في الإدارة الأمريكية مثل الوزير الخارجية ريكس سيلرسون ومستشار الأمن القومية جنرال أتشار ماكماستر بأن لا يقوم الرئيس الأمريكي بإعادة العقوبات أو الطلب من الكونغرس أن يعيد فرض العقوبات على إيران هذه المرة لأن هذا قد يبدو بأن قد يظهر أمريكا بمظهر غير الملتزم أو المنسحب من التزام دولي يذكر بأن العقوبات طبعا هي التزام بين أمريكا وخمس دول عالمية أخرى وإيران طيب هل بالفعل لا يتمكن من فرض هذه العقوبات بعد ثلاثة أشهر أن قد يتعرض أيضا لنفس الضغوط بحسب القراءة وبحسب توجهات الكونغرس رافد لا هو الآن ألزم نفسه بأن هذه هي المرة الأخيرة بحسب التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض ألزم نفسه بأن هذه هي المرة الأخيرة التي يقوم فيها بتعليق العقوبات لثلاثة أشهر وفق الصيغة الحالية طبعا خلال هذه الفترة هل سيكون هناك اتفاق نتحدث عن فترة بين ثلاثة وأربعة أشهر طبعا هل سيكون هناك إمكانية الاتفاق معظم خبراء العلاقات الدولية يشكون في أن يتم هناك أي تغيير في حجم في طبيعة الاتفاق الدولي بهذا الحجم والتصريحات الصادرة من إيران لا تبدو مهتمة كثيرا بتغيير الاتفاق نعم شكرا لك مرسلنا من واشنطن رافد الجبوري ولمزيد من التحليل ينضم إلينا من واشنطن أيضا سعيد عريقات الكاتب السحفي أستاذ سعيد أهلا وسهلا بك معنا كان سيغيره اعتبره أسوأ اتفاق وهدد بتمزيقه لكنه اليوم وخلافا لكل التوقعات يمدده كيف نفسر تصرف ترامب هذا نفسره بأن الوعود أثناء الحملات الانتخابية شيء وتنفيذها على أرض الواقع شيء آخر مع العلم أن هناك ضغط كبير خاصة من اللابي الإسرائيلي من أجل أن يمزق الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا مع إيران الذي اعتبره كما ذكرت أسوأ اتفاق في التاريخ هناك واقع وهو أن الدول الأخرى القوى الأخرى ترفض أن تنصع إلى الرغبة الأمريكية بمعنى أن إذا انسحبت الولايات المتحدة هي ستستمر في تخديري في تنفيذ بنود الاتفاق وبالتالي كان هناك الضغط من داخل الإدارة من قبل وزير الخارجية تيلرسون من قبل إيشار مكماستر مستشار الرئيس للأمن القومي لأن يبقى الأمر على ما هو وأن يكون هناك محاولات في المستقبل لإعادة البت وإعادة النظر يبدو فيها الكونغرس كيف تمارس هذه العقوبات من أجل الضغط على إيران وسلوكها في المنطقة أما عقوبات المرتبطة في الاتفاق النوي ذاته في تخديري ستسابق الحال على ما هو اليوم ترامب يقول أن التفاوض يجب أن يكون مع الأوروبيين لأنهم هم المتمسكون به هل لديه في الحقيقة أي خطة لتفاوض مع الدول الخمسة وأي أساسات لإقناع هذه الدول برؤيته التي يرى فيها هذا الاتفاق غير مجد ليس لديه خطة وفق كل الخبراء في هذه العاصمة وفق ما نجري من أحاديث سواء مع مسؤولين بالخارجية أو في البيت لاب يضع اليوم كان هناك حوار مع المسؤولين بالخارجية ليس هناك خطة هناك العديد من الشعارات التي تتحدث عن سلوك إيران وضرورة أن تكف إيران عن سلوكها وتكف عن رعاية الإرهاب كما يقولون تكف عن هذه المسالخ في اليمن في لبنان ودعم حزب الله وفرض المزيد من العقوبات لكن هذه حقيقة عقوبات على شخصيات مثلا على رئيس القضاء للرجاني أو على مدير السجن وهكذا فإذن لن تكون لها الأثر الذي كان من الممكن أن يكون للعقوبات المرتبطة بالاتفاق النوي لكن حقيقة ليس هناك خطة هناك شعارات هناك نقاط ينكب على صياغتها ممثلوا اللاب الإسرائيلي في هذه العاصمة وليس أكثر لكنه في الوقت نفسه يطرح على طاولة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية هل يكون هذا الملف هو المسار الموازي الذي يحاول ترامب ربما تحقيق ما لم يستطع تحقيقه بالنسبة للملف النووي الإيراني نقطة مهمة جدا لأن الأوروبيين يؤيدون الرئيس في قضايا الصواريخ الباليستية وهناك قرار مجلس أمن أعتقد بهذا الشأن وهناك عقوبات مفروضة بشأن الصواريخ الباليستية فهذا هو المسلك الوحيد المفتوح أمام الرئيس كي يمارس ضغطا على إيران أو يمارس ضغطا على الأوروبيين الذين يستفقون معه إلى حد ما بأن إيران تبث عدم الاستقرار في المنطقة فإذا نعم هذا المسلك الذي سيسلكه خلال التسعين يوم المقبلة والتي كما قلت هدد بأنها ستكون المرة الأخيرة في التوقيع شكرا جزيلا أستاذ سعيد عريقات الكاتب السحفي كنت معنا مشكورا من واشنطن